السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطلبات الصف الاول السنوي مع بعض النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة اختيار ممتعدد من كتاب الامتحان لدرس البروتينات السؤال الاول في حمض الفالين ترتبط المجموعات الطرفية بذرة يقصد بالمجموعات الطرفية هنا اللي هي مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة الامين بيرتبطوا بذرة ايه؟ ذرة الكربون الاجابة الف السؤال التاني باستخدام الشكل التالي اي الاختيارات الموجودة بالجدول يمكن ان يعبر عن هذا الشكل ومدينا جزيئات منفصلة في تفاعل حصل لها ارتباط تكون روابط ما بينها طيب الحاجات الجزيئات المنفصلة دي عبارة عن مونيمرات ارتبطت مع بعضها ودتنا بوليمر يبقى ندور في الاختيارات على مونيمر اتحول لبوليمر هل نيشا اتحول لجلوكوز؟ لا هل احماض امينية ادتنا سلسلة عديد البلطايد؟ ايوة يبقى اللي جابة بقى الاختيار جيم بيقول جلوكوز يتحول لسليلوز او جلوكوز عبارة عن مونيمرات لما بتتحد مع بعضها بتدينا سليلوز او بتدينا نيشا لكن الجلوكوز المفروض ان هو يكون نفس الشكل لان سليلوز والنيشا بيتكونوا من مونيمر الجلوكوز يعني جلوكوز 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 هو سكر واحد فالمفروض يبقى نفس الشكل لكن هنا اشكال مختلفة عشان كده قلنا عليه احماض امينية بتدينا سلسلة عديد البلطايد الإجابة بقى السؤال الثالث عدد مجموعة الكربوكسيل الحرة في سلسلة عديد الببطايد المكونة من 4 أحماض أمينية هو يعني إحنا عندنا سلسلة فيها 4 أحماض أمينية طيب هيكون إيه على الطرف هيكون مجموعة كربوكسيل كم مجموعة كربوكسيل حرة هتكون هي مجموعة واحدة حرة يعني إحنا شرحناها مهما ارتبط أحماض أمينية في السلسلة يبقى هيفضل عندنا مجموعة كربوكسيل حرة واحدة في الطرف يبقى الإجابة باء السؤال الرابع إذا علمت أن السكريات الأحدية ترتبط مع بعضها بروابط تسمى روابط جليكوسيدية بفقد جزء ماء تمام فإن تكوين الربطة الجليكوسيدية يتشابه مع تكوين الربطة البيبتدية فيه كنا إلينا في الشرح إحنا عندنا الروابط الجليكوسيدية بتربط السكريات الأحدية بأو إيش خارج من السكر ده مع إيش خارج من السكر ده ويدينا بوليمر اللي هي الكربوهايدرات وعندنا الأحماض الأمينية عندنا في مجموعة الكربوكسيل بياخد منها أو إيش ومجموعة الأمين بياخد منها إيش ويطلع لنا جزء ماء ويدينا البروتينات يبقى الاتنين بيتشابه مع بعض في إيه فأكيد في نوع في جزء الماء اللي خارج اسمه إيه جزء الماء الخارج ده اسمه النواتج السنوية تمام لمدينا الاختيار ألف بيقول نوع البلمرات النتجة يعني هل ده كربوهايدرات وده بروتينات با بيقول نوع المونيمرات لأ برضو لأن ده سكريات أحدية وده أحماض أمينية جيم بيقول المجموعات الوظيفية اللي تدخل في التفاعل لأ برضو أنه هنا عندنا مجموعة كربوكسيل ومجموعة أمين وهنا عندنا السكريات الأحدية اللي بترتبط مع بعض يبقى الإجابة دال النواتج السنوية في كل التفاعلين اللي هي جزء الماء اللي خارج من التفاعل ده السؤال الخامس تحتاج سلسلة عديد بيبطايد مكونة من 8 أحماض أمينية إلى نقط روابط بيبتدية إحنا قيلين عدد الروابط البيبتدية هي نفسها عدد جزيئات الماء بتساوي إيه الأحماض الأمينية في السلسلة الواحدة ناقص واحد يبقى 8 ناقص واحد السبعة الإجابة جين السؤال السادس الأشكال التالية تمثل بعض البروتينات المختلفة التي يدخل في تركيبها الأحماض الأمينية ألنين دايرة فالين مربع وميثونين مكعب كده في ضوء ذلك أجب بروتين واحد مدينا الثلاث أحماض أمينية دول بمرتبطين بعض بعض بعدد معين وترتيب معين وبروتين اثنين وبروتين ثلاثة بيسألنا بقى بيقول يختلف بروتين واحد عن بروتين ثلاثة فيه نبص على بروتين واحد وبروتين ثلاثة هل مختلفين في عدد الأحماض الأمينية نعد كده مع بعض بروتين واحد واحد اثنين ثلاث اربعة خمس مكووم من خمس أحماض أمينية بروتين ثلاثة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس يبقى ده خمس أحماض وده خمس أحماض لأ مش مختلفين بيقول نوع الأحماض الأمينية أكيد لا لأن البروتين واحد متكون من ألانين وفالين وميسونين وبروتين ثلاثة متكون من ألانين وفالين وميسونين جيم بيقول ترتيب الأحماض الأمينية نبص مع بعض على بروتين واحد متكون من الفالين الألانين الفالين نبص على ثلاثة كده الفالين تمام الألانين تمام الميسونين لا مش تمام يبقى صح هم مختلفين في ترتيب الأحماض الأمينية السؤال التاني بيقول يتشابه بروتين 2 مع بروتين 3 فيه بروتين 2 وبروتين 3 المتشابهين في ايه نركز مع بعض في كلمة يتشابه ويختلف عشان ما يلغبطناش يتشابه طيب نبص كده بيقول ألف عدد الأحماض الأمنية نعد بروتين 2 1 2 3 4 5 6 بروتين 3 1 2 3 4 5 لا ده 6 وده 5 يبقى لا مش متشابهين في عدد الأحماض الأمنية به بيقول في نوع الأحماض الأمنية ايوة ما احنا متفقين من الأول ان بروتين 1 و2 و3 التلاتة بيكونوا من ايه من الألنين والفالين والمسونين يبقى نفس أنواع الأحماض الأمنية يبقى الإجابة به نوع الأحماض الأمنية متشابهين مع بعض فيها السؤال التالت ترتيب الأحماض الأمنية في سلسلة عديد البطايد رقم واحد هي نبص على البروتين رقم واحد كده يبقى عندنا المربع ده اللي هو الفالين والألنين وفالين ورجع ألنين تاني وبعد كده ميسونين يبقى الإجابة جيم فالين ألنين فالين ألنين تاني ميسونين الإجابة جيم السؤال السابع بيقول إذا افترضنا إضافة حمد أميني في سلسلة عديد البطايد المكونة لبروتين فإن جميع ما يأتي يحدث معادة بمعنى أنت عندك سلسلة عديد البطايد حطيت عليها حمد أميني كل الاختيارات اللي عندك دي هتحصل معادة حاجة واحدة بس مش هتحصل ألف بيقولك تغيير نوع البروتين لأ ده هيحصل طبعا لأن انت زودت حمد أميني تاني وبالتالي البروتين اللي عندك ده اتغير خالص بيقولك زيادة عدد الرابط لأ ده برضو هيحصل لأن انت زودت حمد أميني وبالتالي زودت الرابطة جيم بيقولك فقد جزيق مية ده برضو هيحصل لأن انت عندك رابطة جديدة تكونت وبالتالي هتفقد جزيق مية ده اللي بيقولك اختلاف المجموعة الوظيفية في طرف السلسلة هل ده هيحصل؟ لأ ده مش هيحصل المجموعة الوظيفية مش هتتغير هتفضل زي ما هي سبت انت مهما زودت أحمد أمينية مجموعة الكربوكسيل هتفضل زي ما هي موجودة في نهاية الطرف يبقى الإجابة ديل السؤال الثامن إذا افترضنا استبدال حمد أميني في سلسلة عديد البطايد المكونة لبروتين الماء وحمد أميني آخر مختلف إيه اللي هيحصل؟ يعني انت شلت حمد أميني ودخلت حمد أميني تاني أكيد البروتين هيتغير يبقى ألف بيقولك يتغير نوع البروتين؟ أيوة صح إجابة صح ألف السؤال التاسع لتكوين سلسلة عديد البطايد مكونة من ثلاث أحمد أمينية متشابهة مرتبطة مع بعضها عدة مرات وبترتيبات متنوعة فإن أقصى عدد لأنواع سلاسل عديد البطايد المتكونة هو فالإجابة ألف هو هنا عايز يوقعك يعني بس هي هي سلسلة واحدة متكونة من الأحمد الأمينية دي وبتكرر بقى الأحمد الأمينية دي هي الكونك سلسلة واحدة السؤال العشر بيقول أي مما يأتي يدخل فيه تكوينه عنصر النيتروجين جليكوجين جالكتوز سيروكسين جولوكوز أكيد طبعا جيم السيروكسين بتاع الغدة الدراكية فاكرينه اللي بيكون من أحمد أمينية ويود سؤال 11 الشكل الباني التالي يوضح نسب العناصر الغذائية في بعض أنواع الطعام المختلفة ادرسه ثم حدد مدينا هنا الفصفور والحديد واليود نسبة كل واحد منهم في الأطعمة المختلفة اللي عندنا السؤال الأول بيقول أي أنواع الأطعمة يساهم في زيادة فعالية عملية تبادل الغازات في دم الإنسان؟ احنا متفقين اللي بيساعد في عملية تبادل الغازات ده كمين؟ الهومجلوبين هومجلوبين يعني مين؟ يعني فيه نسبة حديد أعلى مين الطعام اللي فيه نسبة حديد أعلى؟ الطعام رقم 4 يبقى الإجابة ديل 4 سؤال الثاني أي الأنواع الأطعمة يساهم بدرجة كبيرة في تكوين بروتين الغضة الدركية؟ أيلينو السيروكسين مين عندنا بيحتوي على سيروكسين أكتر؟ اللي هو فيه نسبة يود أكتر يبقى الإجابة باء الطعام رقم 2 سؤال الثالث يساعد اللبن على بناء أنسجة الجسم اللي احتوائه على اه وجايب لك كازين ودهون ولكتوز وأملاح معدنية فيه ناس بقى تقول طب كازين ولا لكتوز؟ تم ده لبن وده لبن أنا قلت لك قبل كده طالما أنه جاب كلمة بناء يبقى مقصود بيها بروتينات كلمة بناء يبقى بروتينات يبقى الكازين الإجابة ألف سؤال بعد كده يعتبر اللبن من المصادر السريعة للحصول على الطاقة في الإنسان لاحتوائه على شوف هنا بقى جايب لك برضو كازين دهون لكتوز أملاح معدنية بس هنا بيقول لك إيه؟ طاقة طاقة يبقى ندور على مين؟ عكار بوها يدرات المقصود بيها مين؟ اللكتوز الإجابة جي يبقى لما يقول بناء أنسجة على طول نبص على البروتينات لما يقول مصدر سريع للطاقة على طول كربوهايدرات صالة 14 إذا كانت الوجبة الغذائية التي تناولتها بالأمس تتكون من 300 جرام رز 300 جرام لحم أحمر 50 جرام سن 250 جرام عنب قبل ما نبص على الأسئلة نشوف كده المعطيات اللي عندنا 300 جرام رز ده 300 جرام رز كربوهايدرات نشا 300 جرام لحم أحمر يبقى ده بروتين 50 جرام سن يبقى ده لبيدات أو دهون 250 جرام عنب يبقى ده سكر أحادي الجلوكوس سؤال الأول أي مكونات الوجبة بعد هضمها يكون فيه أكبر قدر من الطاقة في الجرام الواحد أكبر قدر يبقى المقصود به الدهون أو اللبيدات مش هنعرفين من 1 جرام دهون بيدينا 9 تاكو كالوري يعني هو أكبر قدر من الطاقة بدور على الدهون كانت فين في السمن يبقى الإجابة جيم السمن السؤال الثاني أي مكونات الوجبة بعد هضمها يخزن الجسم الفائد منها في العضلات عايز حاجة أكلة بالفائد منها بنخزنه في العضلات كنا بنخزن من الجلوكوس لما كان بيتجمع مع بعضه كان بيدينا الجلايكوجين كنا بنخزنه في العضلات طيب هنختار بيدينا رز وسمن وعنب ولحمة هنختار الرز ولا العنب هنعمدنا العنب سكر واحدي جلوكوس والرز كان فيه كمية الكربوهيدرات أعلى كان 300 جرام فده كان هيبقى فيه فائد أكتر الفائد ده كنا هنخزنه في العضلات على هيئة إيه جلايكوجيني بقى هنختار الرز الأرز الإجابة ألف السؤال الثالث أي مكونات الوجبة بعد هضمها ينتقل إلى الميتوكوندريا مباشرة سهل ده يعني هو عايز هنا الجلوكوس بيطلع لنا طاقة يتكون لنا الإيتيبيا على طول يبقى الإجابة ده العنب وهو سكر واحدي جلوكوس السؤال الرابع أي مكونات الوجبة بعد هضمها تستخدمه خلايا الجسم أولا لإنتاج الطاقة هي هيه يبقى يقصد بين هنا يقصد السكر واحدي جلوكوس موجود فيه موجود في العنب الإجابة به السؤال الخامس أي مكونات الوجبة بعد هضمها يستخدمها الجسم فيه تعويض الأنسجة التالفة تعويض الأنسجة التالفة يبقى يقصد بيها البروتينات طب البروتينات قلنا موجودة فين في اللحم يبقى الإجابة باء اللحم السؤال الخامس تعرض شخص ما لحادث مما أدى إلى حدوث جرح عميق بزراعه الأيمن أي مما يلي يساعد تناوله في التقام الجرح سريعا طبعا أكيد الشخص ده يحتاج لبروتينات لأن البروتينات بتعمل لتعويض الأنسجة التالفة وبناء الأنسجة وبناء الخلايا يبقى الإجابة جيم الحوم والبيض البروتينات سؤال 16 باستخدام الرموز التالية جلوكوز جي حمد أميني AA أمينو أسد أي مما يلي يمثل جزء من إنزيم البيبسين إنزيم البيبسين إنزيمات عمتا هناخدها كمان درسين كده إن شاء الله هي عبارة عن أحماض أمينية يبقى الإنزيمات بتركب من أحماض أمينية يبقى المقصود هنا إن احنا هنربط أحماض أمينية ببعضها يبقى الإجابة ألف أو أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها تتكون كل من الحوافر والقرون من بروتينات مختلفة ويرجع ذلك الاختلاف إلى اختلاف نقط في وحدات بناءها إحنا اتفقنا البروتينات بتختلف عن بعضها في إيه في مجموعة الألقيل اللي هي الأوري الإجابة بقى سال 18 الجدول المقابل يوضح نسبة كل من بروتين دهون كربوهيدرات في أربع عينات مختلفة من الغذاء يعني مدينا أربع عينات بلنا العينات الأولى مثلا فيها بروتين كذا ودهون كذا وكربوهيدرات كذا تمام سؤال الأول بيقول أي عينة منهم يمكن للجسم أن يحصل منها على أكبر قدر من الطاقة تقرر تاني هو أكبر قدر من الطاقة يبقى المقصود بيها أعلى نسبة دهون نبص على العينات عندنا مين أعلى عند الدهونة هون نبص مين أعلى نسبة دهون العينة رقم أربع يبقى الإجابة دال أربع طيب السؤال التاني أي عينة منهم يكون لها فرصة أكبر في أن تخزن في الكبد مين اللي بيخزن في الكبد عندنا الكربوهيدرات يبقى نبص كذا عند الكربوهيدرات مين أعلى حاجة أولى عينة رقم اتنين أهي 83 يبقى الإجابة به 2 السؤال التالت أي عينة منهم يستفيد منها الجسم بنسبة أكبر في بناء أنسجته بناء أنسجته بناء التاني بناء أنسجته يعني البروتين البروتين نبص عند البروتين أعلى عينة أعلى نسبة البروتين فين أعلى عينة رقم 1 أهي 76 يبقى الإجابة ألف 1 رقم 4 أي عينة منهم قد تكون كمية الطاقة النتجة من الدهون مساوية لكمية الطاقة النتجة من الكربوهيدرات تقريبا يعني هنا كمية الطاقة دي قد كمية الطاقة دي كربوهيدرات ودهون معنى كده أن الدهون كانت حبة صغيرين والكربوهيدرات كانت حبة أكبر تماما مش إحنا عندنا 1 جرام كربوهيدرات بيطلع لنا 4 و1 جرام دهون كان بيطلع لنا 9 يعني تقريبا الضعف فهمتوا إزاي؟ يعني إحنا عايزين نشوف ده في الكمية الكربوهيدرات ده في كمية الدهون عشان يطلعوا لنا نفس كمية الطاقة نبص كده مع بعض على الدهون والكربوهيدرات ونشوف الكربوهيدرات الضعف في العينة 1 دي 15 ودي 9 العينة 2 تلاتة وتمانين وصفر لا طبعا العينة 3 خمسة وتلاتين 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 لا مش الضعف العينة 4 الكربوهيدرات 2 والدهون الثلاتة وتمانين لا يبقى هي العينة رقم 1 نسبة الدهون 9 ونسبة الكربوهيدرات 15 يبقى الاتنين تقريبا يطلعوا لنا نفس كمية الطاقة يبقى الإجابة ألف وحد السؤال 19 يعطي كاشف البيوريت نتيجة إجابية مع إيه؟ مع البروتينات تعالوا ندهر على البروتينات كده في الاختياري عصير عينة بمسحوق فلسوداني مسحوق أمح مسحوق بزور الفول يبقى الإجابة دال مسحوق بزور الفول وبكده نكون خلصنا أسئلة اختيار المتعدد لدرس البروتينات أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا شوفكم في حلقات جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة